اشتركوا في القناة المضاعفات الطبية يسعدنا أنه رحب الدكتور سامي سالم استشاري جراحة الجهاز الهضمي وجراحة المنظر يسعد صباحك دكتور سامي صباح النور حياكم الله كيف الحال؟ يسأل أهلين حياكم الله يعني موضوع بغاية الأهمية الدكتور وكثير من الناس يجهلوا العديد من المعلومات بخصوص هذا الموضوع بداية نتعرف ما هي الأخطاء الطبية أولا صباح الخير وشكرا على استدعائي لهذا البرنامج ومن حي الأعزاء المشاهدين الموضوع الحقيقة موضوع هام ومنعيشه وبيعيشون ناس كثير في حياتهم لأنهم الكثير من الناس يتقدمون للعلاجات وممكن أنا معلش سنحيل أني أخالف للتقديم تاعك للبرنامج من حيث أنه كثير من الحالات ليس هي أخطاء طبية بل كثير من الحالات اللي يظنوا أنها أخطاء طبية هي مضاعفات طبية هي مضاعفات نعم والقليل منها هي أخطاء طبية يعني هذا الأصل لأنه الحقيقة معظم الأطباء قاموا بالدراسة سنوات طويلة يعني أقلها الطبيب العام سبع سنوات وتخصص بعد ذلك مش أقل من سبع سنوات أربعة عشر عام وهو بالدراسة يعني لابد أنه أصبح عنده قاعدة جيدة للحكم والتشخيص والعلاج الآن هم الطبيب إنسان له قدرات معينة محدودة وكل إنسان في مهنده في عمله في حياته له قدرات محدودة وهو لما يأتي الشخص أو المريض للطبيب الطبيب يعني في الوضع الطبيعي وهذا هو اللي هي ممثل يعني في معظم الحالات أنه يبدو الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية للمريض الآن نعرف ما هو الخطأ الطبي وما هو المضاعف الطبية يعني إن كان المضاعف الطبية أو الخطأ الطبي هي الحقيقة نتيجة غير مرغوبة نتيجة غير مرغوبة عند المريض أو أهل المريض وغير مرغوبة أيضا عند الطبيب الطبيب لا يريد أن يحدث عند مريض مضاعفه ولا يريد أن يحدث خطأ طبي معنا هي نتيجة معينة حدثت غير مرغوبة عند الطرفين الآن اللي بصير أنه العلاجات التي تقدم للمرضى طبعا هي ناتجة عن تشخيص قد يحدث أيضا خطأ في التشخيص وليه لأنه حتى الطبيب له قدرات معينة يعني له علم معين له مدرسة معينة يأتي المريض على الطبيب ويحكي قصته قد يكون المريض نفسه ما حكى قصته السيرة المرضية بتاعته بصورة صحيحة فينتج عنها تشخيص بعض الأحيان غير دقيق وينتج علاج غير دقيق فهي المسألة متشابكة جدا ليس من السهل أنه بعض الأحيان حتى على الخبير أنه يقول أن هذا خطأ طبي وهذا مضاعف طبي لكن الحقيقة أنه معظم اللي بصير خاصة في الأمور الجراحية واللي كانت تحدث أيضا في غير الجراحية يعني دواء معينة ممكن أن يعطى للشخص البندول اللي بيأخذوه كل الناس ممكن أن يعطى للشخص عنده تحسس يؤدي لوفاء يعني أحبت الفولترين ممكن أنها تعمل مضاعف جانبي لشخص يعني منها طول حياة وهي أحبه واحد فقط فقط لكن ما منقدر نقول أنه ما نعطي هذا الدواء يعني يعطي هذا الدواء وما عندنا إحنا على سبيل المثال مقاس انقيسه قبل ذلك أنه هل سيحدث مضاعف بعد هذا الدواء ولا لا الآن الخدمة التي تقدم للطبيب الحقيقة إذا كان الطبيب أصبح فيها تقسير معين مش دائما الطبيب أيضا هو المذنب في هذا التقسير يعني لما أنا أوظف طبيب في وزارة الصحة وهذا الطبيب لازم يشوف 100 مريض أو أكثر من 100 مريض في اليوم فمستحيل أن هذا الطبيب يستطيعي في حصل المريض صح ومستحيل يكون تشخيصه سليم في كل الحالات فإذلك ممكن أنه يصير تقسير في بعض الحالات ويعاني المريض من هذا التقسير ولكن في النهاية ليس ذنب الطبيب لأن الطبيب يعني يعطى مسؤولية أكبر من قدرته فقدرته في فوق طاقته فذلك اللي يحاسب ليس فقط الطبيب بل تحاسب المؤسسة اللي بيشتغل فيها هذا الطبيب صحي الآن في المهم أكثر طبعاً في العمليات الجراحية في العمليات الجراحية قد دائماً لما تحدث نتيجة سلبية يتبادر على ذهن الأهل أو كان المريض لما كانت الحالة أدت الوفاء الناس أنه هذا الطبيب أخطأ هذا خطأ طبي لما تكون ضعفت في الجرح نفسه يعني على سبيل مثال فدائماً يتبادر الذهن على سبيل مثال إنسان عمل عملية فتق في جدار البطن بعد سنة رجعت عليه رجعت على الفتق فيها بقول لك هذا خطأ طبي يعني هذا ليس خطأ طبي هذا هو أصلاً طبيعة الجسم وهذا طبيعة المشكلة الأساسية اللي أنت أتيت فيها هي فتق في جدار البطن على سبيل مثال وهذا أنت يعني تبعت إجراءات أنت سببتها يعني حملت أشياء ثقيلي في وقت مش لازم تحمل فيه فممكن وهي أنسجة الجسم كمان لكل إنسان الطبيب بذل عناية وجهد وصلح للفتق ووضع لك شبكة قوية وبعد ذلك رجعت هذا الفتق هاي ما نسميها إحنا حتى ليس مضاعفة عملية ولا خطأ طبي هذا أمر قد يحدث الحالة المرضية ترويض على الشخص بس المريض نفسه قد يظن أنه يشبه الله الدكتور ما زبط ليش إياها وهذا خطأ طبي نعم دكتور لنتكلم إذن ما هي أبرز الأخطاء الطبية اللي عادتهم تقصر يعني شوف الأخطاء الطبية اللي نسميها إحنا أخطاء طبية يعني إجاء مريض بدي يعمل عملية في جر اليمين راح اللي هو الطبيع عمله في جر الشمال راح بده يركب مفصل في جر اليمين راح راكبوله في مفصل في جر الشمال خربطوا فيها راح في العملية أثناء العملية نسيوا شاشة داخل بطن المريض على سبيل المثال هذا طبع الخطأ الخطأ هنا طبعا حسب نوعه مش فقط الطبيب لأنه اللي بيشرف على المريض ليس فقط الطبيب وحده في الطبيب في التخدير في التمريض في كده يعني هناك نقول عنصر من هائل الأشخاص قد يكون هو قصر متسبب قصر وأدى تقصيره إلى هذه المضاعفة أو هذه المشكلة نعم يمكن في مشكلة حصلت عندنا فترة من الفترات في أحد المستشفيات في صنعاء أنه مش عارف اش بتسموا الحقنة اللي يضربوا الإبرة نعم فإن ضربت بشكل خطأ وأدت إلى شلال هذه النقطة مهمة جدا والناس أدت لهم إلى وفاء للأسف هذه النقطة مهمة جدا يعني أنه أول شيء الأدوية نفسها قد يحدث لها مضاعفات بغض النظر وين تضرب هذه الأدوية وهذه نسميها مضاعفات طبية وليس أخطاء طبية يعني طبعا إنه إذا الطبيب يريد في الظهر وكذا يريد يحط الإبرة في مكان معين وضحف في مكان آخر هذا يعتبر خطأ طبية صحيح نعم نسميه خطأ طبية لكن إنه ضرب الإبرة في مكان الصحيح وحدثت مضاعفة حدثت التهاب على سبيل المثال في هذا المكان وهذا التهاب أدى إلى شلل وهدى إلى مشكلة طبعا هذا ما زال يسمى مضاعفة طبية نعم ما يتسمى ليس خطأ طبية من يتحمل مسؤوليتها كذا جيد أولا هو الحقيقة عقد بين الطبيب وبين المريض اللي قادم يتعالج أن الطبيب يبدو الجهد في مساعدته وفي علاج المريض لكن الطبيب لا يضمن النتائج الطبيب مكلف يعني في كل دول العالم ومن ناحية إنسانية أن يبدو العناية والجهد ولا يضمن النتائج لا يجوز للطبيب أن يقول أنا ضام النتيجة 100% ما في 100% في الطب لأن النتيجة تتعلق ليس فقط في عمل الطبيب لوحده بل في وظائف الجسم يعني الطبيب يبدو الجهد لكن يمكن تكون وظيفة الجسم يعني قام بوظيفة معاكسة لذلك وأدت إلى نتيجة يعني عطيته الدواء والدواء عمل تحسس عند هذا الشخص أو أنه الطبيب أثناء العمل الجراحي قام بكوي الأوعية الدموية حتى ما سيرش نزف وبعد ذلك أحد هذه الأوعية الدموية المكوية يعني بسبب ارتفاع الضغط بأسباب معينة فتح هذا الوعاء الدموي وأدى إلى نزف ما بعد العملية هذا يعتبر ليس خطأ طبيبا هي مضاعف من مضاعفات العملية كذلك لو جريت عملية لشخص وأصبح عنده التهاب بالجروح نسبة التهاب بالجروح معروف يعني تقديرية واحد في المئة يعني المئة حالة مقدرة حالة صار فيها التهاب بجروح هذه مضاعفة طبية وليس خطأ طبي أمثل كثيرة حقيقة مريض جريت له عملية مثلا عملية في المعدة عملية في الأمعاء المريض تعافى وذهب إلى المصعد حتى ينزل وروعه على البيت وهو على المصعد وفي حالات ونعرفها صارت بهذا الشكل سقط ومات هذا المريض جلطة قلبية صارت معاه أو جلطة من الرجل صعدت للرئتين متحركة عملت انسداد حاد يعني هذه مضاعفات بالرغم أنه نعطي أدوية التخطر على سين مثال أو عدم التخطر للحماية من التخطر نعطيها أثناء العمليات وبعد العمليات لكن هذه ما بتجعل الإحتمالية صفر بتقلل من إحتمالية لكن لا تجعل سفر طب هون أنت طب أنا كيف أحمل الطبيب هذا العباء أو هاي المسئولية صحي يعني الطبيب بدل الجهد والطاقب بدل الجهد والعناية لكن قدر الله ما شاء أنه هذا الإنسان جسمه عمل ردة فعل يعني غير طبيعية وأدت إلى مضاعفة هل حصل أني تحملت شركات الأدوية جزء من هذا الغلط أو شركة التأمين لا لا هي مدام الدواء هو الدواء نفسي ما عملوش عليه دراسات كافية فحصل في حالة من الحالات أنه أدى بعدين إلى مضاعفة الآن فيه طبعا هو بعض الأدوية أنها تسحب من السوق بعد فترة معينة يظهر أنه هذا الدواء يؤثر على الكلا ويؤثر على الدماغ ويؤثر على القلب يعني هي هذه من المجرؤيات الطبيعية يعني أنه هل تحاسب الشركات ممكن في بعض الدول تحاسب الشركات إذا وضعت دواهب السوق قبل ما تجرع عليه التجارب الكافية لكن هناك حقيقة لكل دواء قبل ما يطرح في السوق مراحل من الدراسة حتى يسموها الآخر الشي اللي كلينيكل وتبقوها على مجموعة من الناس براقب النتائج بس بالرغم ذلك كثير من الأدوية بعد السنوات سحبت من السوق بسبب المضاعفات الجانبية الحقيقة هي أهم شيء بالنسبة لنا في الإجراءات الجراحية مهم جدا وفي الإجراءات التشخصية يعني كمان الطبيب يعني ممكن أنه ما يقدر أن يشخص الحالي في أول سبعين في أول ثلاثة في أول شهر ليش؟ لأنه ما بقدر يعالج ما بقدر يقدم كل الفحوصات المطلوبة لأن عبئ مالي كبير على المريض لما يأتي المريض يشكو من وجع بطن طبعا كثير من الناس يشكو من وجع بطن فالبداية يعطيه دواء وقل له غيب عني سبوع أو سبعين وشوفك كمان مرة رجع عليه مرة أخرى في الحالة يشكو من ألامه فبدي يطلب فحوصات أكثر بعد ذلك أعطى دواء غاب المريض رجع ما زال بشكو قالوا الآن نعمل لك منظار لما عمله منظار وجد عنده ورم مرت فترة ثلاث سابيع أربع سابيع ما منسميها تقصير وإحمال من الطبيب لأن الطبيب لا يستطيع يعالج كل الناس اللي جايين عليه مباشرة يطلقوا يعملهم تنبير نفس النجودة نعم يعتمد على الشك كبيرة نعم دكتور أولا يعني الله يعينهم الأطباء صراحة عليهم ضغط خصوصا يشتغلوا بالقطاعات العامة والقطاعات الحكومية ولكن فعليا في أخطاء كارثية أخطاء طبية أودت بحياة أناس وسببت يعني عاهات لأناس آخرين كيف ممكن أن نساعد الأطباء بالتقليل من الأخطاء الطبية نعم هو هذا نسميه برنامج كامل متكامل المسئولية لا تقع فقط على الطبيب أكيد بل تقع أيضا على المؤسسات الرسمية في الدولة أنها تقوم على تأهيل كوادر الطبية تأهيل سليم هذا مهم جدا يعني هذا الطبيب أنك دائما تكون هو نفسه يتابع دائما علمه ويتابع دراساته حتى يكون على مستوى عالي في تقديم هذه الخدمة وهذه التفاوض طبعا اللي بيكون أنه التأهيل يجب أن يكون على قدر المسئولية طبعا دراسات المتقدمة بس بالرغم من ذلك بالرغم من ذلك نحن اللي نشوف بالسوق حاليا وبالأمور القضاء الطبي والشكاوي اللي بيصير معظم الشكاوي هي تتعلق في مضاعفات طبية وليس أخطاء طبية نعم نعم ويوجد هناك قد يوجد لأنه هل هو مطلوب من الطبيب أن يكون ملاك ولا يخطئ طبعا لا يعني قد يحدث من الخطأ الآن إن ثبت أن هذا خطأ فللمريض الحق في التعويد لكن التعويد لا يجوز أن يكون قاتل للطبيب أنه بعد هيك في حياته كلها لا يستطيع أن يمحط ماليا حرام درس 14 سنة طبعا ولا يجوز أنه يكون يعني أنه نجعل جولة الطبيب يشتغل فيه في رعب لأنه الطبيب في الحالة هاي بصير يختار المريض يقول هذا بشتغله هذا فيه شوية احتمالية مضاعفات ما بدي يعني في النهاية تنقلب الأمور على المريض على المريض أنه بصير الطبيب يختار مريضه والمريض اللي فيه احتمالية مضاعفات يقول له أنا ما بدأ على الجهل نعم دكتور سامي بأنه تخصك أنت في الجهاز الأخضمي وجرة حتى المنظار فيه ناس كثير بيتخوفوا حتى من المنظار أنه بيأدي إلى مضاعفات وممكن يأثر على المعدة هذا ممكن تحكي لنا أيضا المنظار الحقيقة هو أنه جهاز يعني برفع القلم تقريبا بطول ما يقارب متر ونصف مندخله في الجوف عن طريق الفم بيصل المريض والمعدة بالمجرى الطبيعي بدون إحداث أي جروح حصلت مرات أنه حصلت جروح في المعدة ومفترت لا شف علي أنه الطبيب يحدث هو نفسه يحدث ثقب في المعدة من المنظار هذا يعني برغم أن نحن في الأثناء أخذ الموافقة أنه قد تحدث مضاعفات مثل هذه أثناء أخذ الموافقة يعني من يريد يوقع على هذا الشيء أمر ممكن خاصة في تنظير الكولون لأنه جدار عنده التهابات وعنده جيوب والطبيب يعمل المنظار والجيوب تكون رقيقة جداً في الكولون يعني إذا أخذنا الكولون 2-3 ميلي فهذا الجدار أقل من ميلي يكون إذا كان فيه الجيوب الذي فيه داخل القولون فممكن أنها تؤدي إلى انفجار أثناء التنظير ومضاعفة وهذا تسمى مضاعفة طبية وليس خطأ طبي حقيقة إلا أنه أنا لكن الأصل أننا ننتظر أن هذا الطبيب يعمل المنظار هو مؤهل أن يعمل المنظار نحن الآن نحن الضد أنه ندور الأخطاء الطبيعة أو فقط نحن نوصل للمشاهدة فكرة أنه في حالات معينة ممكن تحصل لكن إذا أتي طبيب غير متدرب وإستخدم المنظار يمكن يؤثق المعدة الطبيعية يمكن يدخوها بسهولة والكولون الطبيعي يمكن يدخو بسهولة فهذا خطأ طبي طبعا نعم دكتور بما أنه أنت أيضا تخصصك في جراحة أيضا جهاز الهضم وقصة المعدة وهذه العمليات وقد سمعنا كثير عن عمليات ومضاعفات قصة المعدة وهذه العمليات وما تشملها يعني لتخفيف الوزن ما نسبة المضاعفات في هذه العمليات وما نسبة أيضا الأخطاء الطبية فيها يعني اشتهرت قبل فترة يعني نسبة المضاعفات والأخطاء الطبية في هذه العمليات نعم هو نفس الشيء ينطبق على هذه العمليات الحقيقة معظم الحالات هي حالات مضاعفات طبية وليس أخطاء طبية نعم يعني على سبيل المثال إنسان عمل قص معده مكان أي جروح فيه احتمالية الالتهاب أكيد هذا في المعدة لأنه عضو أجوف من الداخل فيمر في إفرازات سوائل فممكن يلتهب الناس تفكر دائما أن الالتهاب البكتيري إنها بكتيري جاي من بره الطبيب مش معقم والطمريض مش معقم والمعمليات مش معقمة لا الجسم نفسه الدم نفسه في كل ثاني يدخل عليه بكتيريا كثير من الجهاز الهضمي فالجسم المعافى بيقوم بقتل هذه البكتيريا لكن الجروح يعتبر نقطة ضعف ممكن تأتي هذه البكتيريا اللي هي أصلا من داخل الجسم تأتي على هذا الجروح وتعمل الالتهاب هناك وفي المعدة في عملية من العمليات قص المعدة تعمل حالة نسميها تسريب فإذا صار التهاب وصار تسريب في الحالة هذه طبعا أنه قد يحدث تسمم في الجسم الآن الطاقم الطبي والطبيب المعالج بيبدأ الجهد في إعطاء المضادات الحاوية وبيبدأ التقدير ماذا نفعل أنه نرجع نعمل العملية مرة ثانية ننظف المنطقة أو نحط له مثلا شبكة نسكر على المكان اللي بيسرب بيبدأ الاجتهادات لكن أثناء هذه الاجتهادات قد يحدث تسمم في الجسم وقد يؤدي إلى وفاة يعني بمعنى أنه معروف يعني عالميا هذه الحالات أنه من مئة حالة قد تحدث عند حالة مضاعفات أحد المضاعفات طبعا مش شرق تأدي إلى وفاة ومن من خمسمائة حالة يعني قد تحدث حالة وفاة نعم والحقيقة عندنا بالرغم من ذلك الناس ما بتكلم عن الحالات الناجحة الناس إذا تحدث عن حالات اللي فيها مضاعفات دائما متحدث عن سلبية نعم طب مقابل الإنسان صار عنده مضاعفة وأدت إلى وفاة آلاف الحالات نجري إلها وتعافت وصارت صحتها أفضل في نقطة أيضا سؤال آخر هل الورقة التي يتم توقيع عليها من قبل المريض تضمن حقوق المريض وتضمن أيضا حقوق الدكتور بنفس الوقت نعم الأصل أن الورقة اللي بيوقع عليها المريض وحقوق المريض من حيث أن المريض يوافق على العملية شي هي العملية هذه ومضاعفاتها وشرحت إلى البداية ومضاعفاتها نعم يعني معنى المضاعفات يعني الطبيب محمي من هذه في هذه الحالة أن المضاعفات المعروفة المتعارفة عليها طبييا لهذه العملية أن المريض يقبلها يعني ما في أني أنا أروح على العملية وهي مضمونة 100% هذا أمر غير موجود يعني ولا يقبل ولا في طبيب يعني يجوز أصلا أن يقدم هيئك خدمة يقول أنا خدمتي مضمونة 100% لكن لا تضمن لا تضمن الخطأ الطبية لأن الخطأ الطبي هو حق للمريض في حالة هذه أنه يعوض عن الخطأ إذا الطبيب قام في خطأ طبيب قد يخطئ لكننا نكرر أنه معظم الأحداث التي يحدث هي مضاعفات طبية نعم طيب دكتور في بعض الدكاترا والأطباء حكنا أنه في الكثير من العمليات لا تحصل فيها مضاعفات بخصوص قصة المعدة في أماكن فيها بيكون فيتامينات معينة هرمونات معينة في الجدار اللي ينطق السيطة ولا ما لها داخل بيأثر بعدين تدري مضاعفات أخرى العملية ناجحة كل حاجة تمام بس بتجي مضاعفات أخرى بتأثر على الجسم وعلى وظائف الجزة في الجسم نعم هنا نحن نسمي هذا الشيء إهمال في العلاج حتى بعد العملية لأنه في عمليات السمنة الأشخاص اللي يجرأ لهم عمليات يحتاجوا إلى متابعة الآن الطبيب بيقدم هذه الخدمة إذا المريض قبلها أو ما قبلها طبعاً هذا بيض المريض لكن الطبيب يجب أن يقدم هذه الخدمة بيكون قصر الطبيب إذا ما قدمها يعني ما بعد العملية يجب أن أشرح للمريض أنه بحاجة إلى فيتامينات ويجب بحاجة إلى الكالسيوم بحاجة إلى الحديد على سبيل المثال بعد قصر المعدة ممكن مش أقل من سنة إذا كان عامل تحويل مصار يعني بده سنوات طويل يأخذ هذه الأدوية ويبقى تحت المراقبة حسن المريض غاب أنه أحمل هذه الأمور وحدثت هذه الأمور في حالات أنه مرضى غابوا طويل وأحملوا نفسهم وصار عندهم ضعف بالعضلات ولحدث ما تقيق وجسمه ما قدر يحمي نفسه من التقيق أنه ما يدخل على الرأتين دخل على الرأتين وأدل إلى وفاة يعني كمان هذه الأمور حتى ما بعد العملية السنوات ما بعد العملية ممكن يصير مضاعفة معينة لذلك هو حتى إحنا يعني العزاء المشاهدين يعني منكرر أنه اللي بيجروا عمليات زي هيك وتحتاج إلى متابعة منهم ما يهملوا هذا الأمر لابد من المتابعة أخذ الأدوية المطلوبة حتى لا يحدث مضاعفات بعد ذلك يحتاج الطبيب إلى جهد أكبر حتى التخلص منها وحتى يستطيع ساعد المريض نعم إذن جزيلا شكر لك دكتور سامي سالم استشاري جراحة الجهاز الهضمي وجراحة المنذار ودائما يعني تثري الفقراء الطبيعي بمعلوماتك شكرا جزيلا لك دكتور شكرا جزيلا لك دكتور